أنه هو أستاذ فعل من نفسك ونا بنقول أنه من أول مباراة مع نادي الأهلي شفنا لعيبة ظهرة بشكل تاني خالص عن آخر فترة مع فايلر وطبعاً هو ملحقش يعني يعمل أي حاجة غير نفسياً على أقل في الفترة الأولى ليه في كل المؤتمرات وكل السمنار اللي كان بيحضروا معنا وكل التجمعات اللي كان بيبقى موجود فيها مسماني معنا الراجل يحب يسمع أكتر متكلم وأي نقاش تلاقيه موجود يسمع كتير لكن متكلمش كتير لكن يسمع ويشوف ويكتب ويسمع ويشوف ويكتب على طول كده في كل حاجة فعلم النفس ده جزء داخل على الكرة الأفريقية الأوروبيين معظمهم ما بيهتمش بيه لكن أنا شفت أنا عارف أنه حينجح لأنه هو حيتعامل بعلم النفس إزاي هتعامل بعلم النفس إن سهل جداً لو أنت مهارة لاعب في يومين مش هتصلحيها لياقة لاعب في يومين مش هترفعي اللياقة ديه يبقى للياقة والمهارة الخطة أنت حتقدت إقدار تتكلمي فيها مع الجانب النفسي إزاي هو يخش قلب اللاعب عشان اللاعب يخش قلبه ويتبادله الاتنين بحيث يبدأ يسق فيه أنه هو يسمع له فحيسمع كل كلمة قاله له لأنه فيه بقى رب قدامه في علم النفس اللي هو الارتباط الشرطي يعني إيه إن أنا اقتنعت بيك وإنت اقتنعت بي يبقى الشرطي أن إحنا لتنين نس مع بعض هلقين نكحين مع بعض شايف مين أكتر اللعيبة اللي حصل معها ده تحت قيادات مسيماني مين ظهروا قوي؟ لا 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 معظم معظم اللعيبة يعني مثل أفشا حسين ديانج مروان محسن ديانج ما عروفه مروان محسن أنا بقول كل مجموعة بدون الاستثناء لكن هو أثر على مجموعة اللعيبة لأنه هو بيأخذ علم النفس بيتكلم جماعي ثم بيتكلم فردي يعني يأخذ اللعب لوحده ويقعد يتناقشه بيكون عارف الهيستوري أو تاريخه أو عارف ظروفه أو عارف بدأ إزاي اللعب ده إيه طبعا الكلام ده كان كله مغزية كابتن ساد عب حفيز بيدي له معلومات وكتبين له على كل حاجة معاه فطبعا بالتالي كان كل حاجة هو عرفها واللي هو كان يعرف كمان فيه اللي هو المصري اللي اسمه كابتن خالد الجنوب أفريقيا اللي هو كان بيشتغل معاه على طول وكان سكرتير فيه مجموعة الدول العربية يعني لما تيجي الدول العربية تلاقي خالد ده اللي جاي وبيجي قابليه مع المنظم بتاع الأحمال يدرس الفرق وينظم عندنا زي الكابتن سامير عدلي هنا هو برضو المسؤول ده كان نفس القصة هناك فخالد ده اداله سيفي أو هستوري كامل لكل لعب اللعبة اللي قالي ومثلا سألني كان بتليفونات وفي الأول وأنا ما عرفش ده فأنا بقول له يعني ما عرفش أني مسماني جاي لأن طبعا الموضوع ده كان الكابتن محمول خطيب ولكن الكرة سرية كاملة قبل فيرل لأنهم استشعروا وحسوا أن فيرل مش هو ده اللي حكامل معامل مشوار وهم كانوا قناعين بكده والجمهور كان مهتز لكن التانيين كانوا عارفين وعملوا اتصالاتهم منتبين كل حاجة لا ومجلس الإدارة طبعا تصرف يعني في شكل حاسم لأن الفان الجمهور كان قلقان قوي الفترة هم مش هيعملوا الكلام ده لوحدهما وطبعا لما بيخلصوا بيعرضوا على مجلس إدارة خدوا قرار مجلس إدارة بس أصبح سري ده ما يتقالش مين اللي جاي ولا مين اللي رايح وإمتى جاي وإمتى جاي بس معروف قصته إيه والسيناريو بتاع فيرل إزاي حيتحرك بيه الرجل ده جي مشي وده جي هنا على طول يمكن ممكن تقابل بالطارات في الهوى يعني في الجو ده جاي في نفس اليوم والتاني اللي كان مسافر وبدون أي مشاكل وبدون أي حاجة وحس والتوفيق كان في جانب مجلس الإدارة واللجنة اللي اختارت فين اختار يعني مدرب زي ده وكويس في الحتة النفسية كماني كابتن فاتحي إنه عنده دايما حتة إيه إحنا لسه مكسبناش البطولة مفيش احتفالات مفيش لإن دايما جمهور الأهل يقلقان يعني ممكن يسمعوا بس كلمتين شكر في موسيماني أو فأداء الفني يبدأوا أنتوا بدأتوا تحتفلوا لا احنا لسه البطولة وحق الجمهور نفسه جدا في التاسعة لأفريقيا فعزيني طب منهم إن موسيماني فاهم الحتة دي فاهم يعني وفاهم اللعيبة وموصل لهم إحنا لسه بدري على الاحتفال هو من نفسه هو موصل لهم دي ودي شغل الاحتراف أي مدرب محترف لا يمكن يعلن يعني لما كسبنا 2-0 هناك الودان قال لك هل ما نصعد ناشا وكمان قال إنه اللي سكور كان ممكن يبقى أحسن من كده كان ممكن يبقى أحسن هل التانيين اللي هم فرصة يجيبوا تلاتة بالزبط سهل جدا يجيبوا اتنين واللعبوا درارات ترجيح كل ده كان جاهز لكن إحنا لم نصعد بعد دلوقتي إحنا لم نفزوا البطولة فطبعا إذن هو موصل ده للعيبة كل مجهودكم من يوم من أول مباراة من أول ما كانوا بيلعبوا فريق زمان السداني اللي هو فريق اتلع برة اللي كسبناها تسعة ده لغاية هذه المباراة ده صراع مع الفرق التانية وكفاح مع الفرق التانية للوصول لنقطة النهاية اللي هي إن شاء الله بإذن الله تكون لصالح النهاية بإذن الله طيب أنا عايز أسألك عن الاختلاف اللي حضرتك شايفوا ورصاته ما بين فترة موسماني أول ما مسك الأهلي وما بين الفترة الأخيرة الفايلر مع الفريق بعد كورونا وهو كده يعني حظلم مش حظلم فايلر بعد كورونا مش هو قبل كورونا وبالتالي فرقة النادي الأهلي بعد كورونا مش قبل كورونا تبان من إيه؟ تبان للمشاهد العادي تبان لنا لواحد فني يشوف أنا بص للعمود الفقري بتاع الفرقة اللي هو حرس المرمى الاتنين اللي قدامه المدافعين ثم الاتنين اللي هو زي ألو ديانج ومسأل السولية ثم مثل صاني عليعب ثم راس حرب الملائق الخط ده كل ماتش بيتغير فيه اتنين أو بتغير ثلاثة أعرف إن الراجل ده مش تركز في هذه البطولة كانت بطولة الدورية وإحنا الحمد لله كنا صعب لكن هو ما كانش مركز بذليل إيه؟ محدش يلعب في الأعمود الفقري محدش يلعب في أعمدة العمارة أعمدة العمارة متلعبش فيها يلعب في أي حاجة تانية في الحواقق الحاملة لأ الحواقق السن ده الشكل البتاع الحاجات ده كلها ممكن فهو الراجل حسناه إنه التغييراته كتيرة وتتقال علينا إيه؟ أصل هو بيعمل كده عشان يعمل التدوير ويعمل كده تدوير إيه؟ لكن مفيش أداء مفيش لعب يشوت على الجول مفيش ضربات ركنية مفيش منها جوال مفيش فرقة تحس إنها متماسكة مع بعضها مفيش شكل مفيش احتفاظ بالكورة كل ده ما كانش موجود فمعنى مش موجود يعني إحنا فقدين الأهلية في النجاح في منظومة كورة القدر فده أنقذنا يمكن من نعمة ربنا علينا سبحانه وتعالى إنه جاب لينا هذا الرجل عشان يلم الفرقة تانية بنفس اللعيبة بس قدري يلمهم بقى فيه شكل فرقة بقى فيه عندك مهاجم بقى فيه عندك مدافع بقى فيه عندك فرقة بقى فيه عندك بتنقلي عشرين خمسة وعشرين تلاتين نقلة دي كانت مفقودة ماهدي معنى أن انت معاك الكورة وبتنقليها مع بعض انت ما بتتعبيش ما تفقديش ليقتك وبتحس إن الفريق واحدة متماسكة في الملعب وما تفقديش ليقتك وبتعملها قدامين قدام فرقة كبيرة ده الوداد الوداد ده لعب نهائي أبريكا بقى فيه كورة مفهومة يا كابتن فاتحي دلوقتي وفكرة شخصية البطل الشخصية النادي الأهلي ما كان بقلنا فترة كبيرة قوي مشوفناش برا ملعب النادي الأهلي وده شوفنا في مباراة الزهاب مع الوداد تحت قيادات مسلمانية طبعا مش مع فرقة سهلة لا طبعا يعني الوداد ده الوحده يعني قصة ده الموسم اللي قابله اللي هو لعب مع الترجيف النهائي يعني اللي حامل نقدر نقول يعني شبه حامل اللقب لأن الماتش كان عليه مشاكل طبعا يعني ممكن نقول حامل اللقب إذا أنك تجي معاه وتقدي بهذا الشكل وبعدين ترجع هنا وتقدي بهذا الشكل وهذا المستوى وبدليل أنه هو جيه في الآخر في ماتش الوداد التاني لما خرج الشناوي وخرج كم لعب من اللي بلعبه أحسين أحد المجموعة دي وما كانش علي معلول بلعب خرج على أساس يدي فرصة للعيبة التانية ويحافظ على القوة الضربة عنده في الفرقة منهم الشناوي لأنه كان جاي من أصابة للمباراة القادمة أكيد كان تفكير ذاكي جدا من موسيماني طبعا مع الاعتراف أن مثلا واحد زي علي لطفي ما نقولش هو غيره لأنه وحش لا لا ده هو غيره عشان يديره فرصة عشان يحطه على التراك يحطه في البطولات الإفريقية لأنه وارد أنه أي وقت طبعا أي حد أي حد بالضبط خليني أسألك لو نهائي مصري الأهلي والزمالك شايف المباراة دي فنيا إزاي هي فنيا هتبقى المباراة خططية 100% يعني حيبقى فيها شغل خطط كتير قوي حيحكمها التوفيق التوفيق لموسيماني في اختيار اللعبين اللي حيشاركوا في التوفيق لللعبة في أنهم يوفقوا في تنفيذ الوجبات اللي بيقول أو المعلمها لهم موسيماني في طريق وخطط اللعب توفيق الفرقة في أنها تكون تحتفظ بكينها وارتبطها توفيق أن يكون في حكم يدي لكل فريق حقه إذن لما يدي لنادي الأهلي حقه يبقى ما يتحياس الفرقة لأن النادي الأهلي على مدار بطولات إفريقيا عنينة من الموضوع ده تتير وبطولات ضاعت من النادي الأهلي بسبب الحكام فعشان كده بقول توفيق الحكم في إدارة المباراة وتوفيق المساعدين في إدارة المباراة المنظومة كلها التوفيق لازم يكون لأن التوفيق ده جزء من كرة القدم ناس كتير يقول لك إيه التوفيق لا أهس الفرقة النهاردة يقول لك ده مش يومه لا ده مش يومه ده النهاردة هو غير موفق فنبنى الله سبحانه وتعالى يكون اختيار المدرب لمجموعة اللعبة اختيار المدرب لطريقة وبالتالي خطة اللعب اختيار المدرب للفكر العام في حلعب الشوت الأول حلعب الشوت الثاني قراءة المدرب لمراكز القوة ومراكز الضعف في الخصم اللي هو بيلعب معاه لازم يكون برضو ده عايزة خبرة وعايزة دراسة وعايزة توفيقي ان هو يكون حسي بها وشعر بها والحكم ان يديني حقي اكيد ودلوقتي ما فيش جمهور فمش هقول ان الجمهور انا جمهور يكسب لكن انا بقول الاهل والزمالك مباراة خاصة وحنرجع ونقول مش هتعبر عن كفاءة الفرقة دي او كفاءة الفرقة دي او اسلوب دي او اسلوب دي هترجع لي انها مباراة خاصة ولها ظروف خاصة ولها طبيعة خاصة ولها تنفيذ للعبين داخل الملعب باسلوب خاص طيب خليني برضو لازم اسأل حضرتك على رأيك في القيمة المبدئية اللي اعلن عنها الكابتن حسام البدري للمنتخب الوطني ده طبعا استعدادا لمواجهة توجو هم ده تقريبا احسن مجموعة او احسن لعبين في الساحة او في خلال مباراة الدولة لا ما يبانش ما يبانش ان في حد الظلم ان لم يكن لو فيه هو بقولك لسه قدامي ان انا افكر ما هو برضو المجموعة دي ما يضمنش ان كلهم سلام هو اختارهم سألهم طبعا بالتليفونات كل واحد انت سليمي انت شايفه بس ما تعرفيش عنده اصابة مزمنة عنده اصابة قديمة ممكن اثنين تلاتة هتطر يجيب غيرهم وطبعا ما قالش اهل وزمالك لان لسه الاهل وزمالك في الملعب فما يضمنش اللاعبة دي هتفضل انها سليمة وحياخد كم واحد من اهل وزمالك وبالتالي ممكن يضيف من العدد التاني يعني فرضنا لو هو عايز 35 لعب وهو مختار عشرين وانا هاخد 15 من اهل وزمالك ما كملتش ان طلع لي اصابات او طلع لأي حاجة يبقى اضطر اكمل من المجموعة البرا فدي مش نهائية لكن هي دي بتبين الشكل العام اللي عنده زائد مجموعة اللاعبة اللي هياخدها من الاهل وزمالك بشكرك كابتن فاتحين وصير نورتني النهاردة في برنامج السادسة انا بشكرك وبضع الله سبحانه وتعالى الناد الاهلي باذن الله باذن الله ميش يوم السبت اللي جاي اللي سيستلمي الدرع ده خلاص ويروح يتحط في مكانه في نولف الدلاب الناد الاهلي في الكسات والدروع لكن نفكر في التسعة ان شاء الله هي دي اللي تمنى ان شاء الله ونعتز به ان شاء الله نكون بنحتفل بيها اشتركوا في القناة